رسمياً الطلاق بالتراضي بين المدرب كريستيان غوركيف والاتحادية الجزائرية لكرة القدم فبعد الأخذ والرد وتبادل للتهم والتصريحات بين المدرب الفرنسي ورئيس الاتحادية الجزائرية محمد روروة ها هو الأخير يقطع الشك باليقين وينهي مسيرة غوركيف مع الخضر رسمياً ويعين بالنجيز ويزيد منصوري كمدربين مؤقتين للمنتخب الوطني تحسباً لمباراة السجل القادمة في انتظار تعيين مدرباً جديداً قد يكون من إحدى المنتخبات التي ستشارك في اليورو 2016 بفرنسا حكاية غوركيف مع الانسحاب من العارضة الفنية للأفناك بدأت منذ مدة فيطلق التصريحات النقدة للكرة الجزائرية تارة وتصريحات افتقاده للعمل اليوم مع الاندية تارة أخرى في دلالة واضحة لرغبة الفرنسي في الانسحاب ورمي المنشفة إلى أن صرح ذلك رسمياً لمحمد روروة في رحلة العودة من إثيوبيا لتليها تصريحات أخرى عبر التليجرام الفرنسية يؤكد فيها أنه يرغب في الرحيل ولا فائدة من الاحتفاظ بمدرب لا يرغب في البقاء فأتى الرد سريعاً من طرف الرجل الأول في الفاف عبر جريدة ليبرتي مؤكداً أن الاستقال ليست كلاماً يحكى في المقاهي وحتى الاتحادية ليست من عادتها أن تحتفظ بمدرب لا يرغب في البقاء ليكون اجتماع الأحد حسماً وصدرت فيه ورقة طلاق بالتراضي بين الفرنسي والفاف لتفتح صفحة جديدة في مشوار المنتخب مع مدرب جديد سيكون بنسبة كبيرة أجنبياً لإكمال باقي المشوار التصفوي الخاص بكأس إفريقيا 2017 وكأس العالم 2018 اشتركوا في القناة